تسخير لكافة الامكانات وتفعيل لدور التقنية التي لعبت دورا جوهريا في تسييل الامور في وقت اجتاح فيه كورونا العالم مؤتمرات دولية افتراضية وتعليم عن بعد وتواصل بين الناس وهم في بيوتهم وتطبيقات للتتبع واصدار التصاريح في وقت منع التجول واخرى لتثقيف الناس وتوجيههم اخر هذه التطبيقات كان تطبيق تباعد والذي طورته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق يساعد المستخدمين على تلقي تنبيهات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفايروس كورونا يعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث اذ لا يتم فيه تسجيل اي بيانات للمستخدم او تحديد موقعه الجغرافي ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز الى جهاز اخر لضمان حماية خصوصية المستخدمين حيث يتعرف التطبيق على مدى القرب من شخص مصاب وفي حال سجل احد المستخدمين انه مصاب بفايروس كورونا سيرسل التطبيق اشعارات للمخالطين لتنبيههم كما يمكن للتطبيق تحديد المسافة التي كانت تفصل بين المخالط والمصاب تطبيق تباعد يشعر المستخدم في حال خالط شخصا تم تأكيد اصابته بالفايروس خلال الاربعة عشر يوما الماضية وفي حال مخالطة مصاب بالفايروس فان التطبيق سيشعر المستخدم عن طريق هاتفه وتوجيهه لإكمال البيانات اللازمة ولا تزال حكومة المملكة تبذل كل جهد وتستغل اي وسيلة لتستكمل شعارها الذي لازمها منذ بداية الازمة الانسان اولا على ارض المملكة